الحيوانات تنقض الوضوء تحديدا الكلب؟ لا لا ينقض الوضوء احنا عندنا فتوى في الكلاب اخذنا فيها برأي الامام مالك وهو ان كل حي فهو طاهر واخذنا فيها ان الامام مالك بيقول ايه؟ بيقول لعاب الكلب يعني جاء في الحديث فليغسله سبعا اه ما هو دا اللي كنت اسأل فضلتك يعني هو برأ بالراملة او بالتراب اه 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 هو هذا الامام مالك بيقول هذا كله تعبد وليس ازالة لنجاسة بدليل هو له دليل يعني عقلي قوي بيقول ايه؟ بيقول هل العذرة يعني اعزكم الله الفضلات اللي بتخرج من الانسان اشد نجاسة ولا لعاب الكلب؟ الفضلات الفضلات طبعا وبالتالي فلا يجب في الفضلات ما يجب في لعاب الكلب فدل على ان هذا الامر الشرعي امر تعبدي وفي عند المالكية قولان هذا التعبد سبع مرات دا اما ندب واما واجب ايه فاحنا اخذنا في كل ذلك بالايسر الاجابة واضحة وصريحة دار الافتاء الكلب لا ينقضل الكلب